يقول ابن عباس قال لنا عليه الصلاة وأفضل السلام مرة ألا أخبركم بشي راعكم؟ يقول قطع الله لسانك تنتخذ الأمة يا أخي النبي بيقول للصحابة فيك أشرار طبعاً ما تفك يعني؟ اليوم أحسن من الصحابة نحن اليوم لا لا، ينبغي أن نقول للناس ما يحتاجون أن يسمعوه لا نريد أن نقول للناس ما يحبون أن يسمعوه تبهوا وهذا الفرق بين قائل وقائل في ناس يتملقون الناس بأن يسمعوهم ما يحبون أن يسمعوه لله يدركم والله إني لا أرى النور يا تشعشع نور إيه الله ينور عليك وعلينا ينافقون الناس عشان الناس يتجفلهم ويتبعوهم لا 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 انصح للناس النصيحة تسعى عنها يوم القيامة احكي الحق الذين يجيك أمام الله هذا النصيحة خلص خلص الحق من الدغل هذا معنى النصح تخليص أعطي شيء صافياً صحيحاً لا تخدع الناس ماذا لو أن الأطباء ساروا على هذه الخطة؟ أن يقولوا لمرضاهم ما يحبون أن يسمعوه لها لك المرضى أنا صحيح لكن الطبيب في نهاية المطاف ملزم أن يقول للمريض وإلا لأهل المريض حقيقة الحال ما يحتاجون أن يسمعوه لا ما يرغبون أن يسمعوه أتركت بإخواني وإخواتي هو هذا أتركت بإخواني وإخواني 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 أتركت بإخواني